لنا أراء المترشحين والممتحنين في امتحان شهادات البكالوريا بعد امتحانهم في مادة الرياضية طبعاً الشعب لغات أجنبية وأداف وفلسفة في حين أنه ما زال وقت متواصل بشعب العلمية ننتقل إلى زميلة محمد عمراني وولاية الصعيدة ويرصد لنا ربما كذلك أراء بعض الممتحنين في مادة الرياضيات محمد عمراني أهلا بك أهلا زميلة أمينة مرحباً مجدداً في هذا النقل المباشر والمستمر لامتحان شهادة البكالوريا دورة 2022 إذن نحن الآن بمركز سبيل الخبير هنا بعين السخونة التي تبعد عن مقر الولاية بأكثر من 100 كيلومتر وبها هذه المنطقة حيث يوجد بها سكان بدو رحل أبنائهم يجلون هنا أو يقومون بعمل اجتياز شهادة البكالوريا في هذا المركز معنا أحد الأولياء التلاميذ سوف يكون ربما يؤكد أو يفيدنا بأكيفية تحضير ابنته في اجتياز هذا الامتحان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرق المرسلين ولن نرحب بقناة النهار في هذا المركز ونشكرهم على الالتفاتة الطيبة والمواكبة الأحداث نحن بمناسبة هذا الامتحان المصير للتلاميذ نرافق أبنائنا مباشرة بعد انتهاء الامتحان التجريبي رافقناهم في المراجعة في البيوت أو بالدروس اللي تلقاهها عن طريق الوسائل أو عن طريق الأساتذة وحضرنا دروس الدعم في دار الشباب بعيس خونا قامنا بهم جمع من الأساتذة واليوم رانا واقفين مع الجماعة للسلطات سواء من مديرية التربية أو سلطات المحلية أو المدلع العسكرية رانا نرافق أبنائنا ونجو معهم للمركز صباحا وننتظرهم عندما يخرجون ونعطوهم الدفع المعنوي من أجل تحقيق نتائج إيجابية والتوفيق للجمع إن شاء الله إذن هذا جيد إذن معنا كذلك مهدي محمد رئيس مركز كذلك قلنا ما هي الإجراءات أو كيف اشتقبلتم التلاميذ في اليوم الثاني من هذا الامتحان إذن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسالين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشكر سلطات المحلية على سيد الوالي والسيد مدير التربية وكذلك كل الجنود الذين يبذلون مجمع الجهود لتوفير أحسن الظروف لتلاميذنا الأعزاء كأساتذة وعمال لهذا الفرح الذي هو شهادة الباكالوريا إن شاء الله نحن تعداد تلاميذ هنا 123 تلميذ ممتاحين من بينهم 50 تلميذ مناطق نائية تقريبا بدو روحل بدو روحل نعم وهذا البدو روحل يعني رأي كل شيء متوفر إن شاء الله بينها الإفطار الصهر على البقاء أيضا بين الفترة الصباحية والمسائية وفرنا لهم قاعة للمدوامة وللمراجعة وكل إمكانية مصخرة إن شاء الله وكل الجهود يعني وهذا بفضل جميع تكاثر جميع الجهود إن شاء الله رغم أن هؤلاء التلاميذ هم من بدو روحل لكن كل الظروف وفرتوها من نقل من إيواء من إيطاعة من غير ذلك وهذا بفضل يعني التوفير يعني جميع المساعي والجهود من مؤطرين أساتذة عمال إلى آخره يعني كل شيء متوفر وقلت لك يعني في جو يعني يعني وفرنا لهم حتى المدوامة بين الفترتين يبقوا هنا ويعني هناك مدوامة وهناك يعني لا يخرجون يعني كل شيء متوفر بإذن الله سبحانه وتعالى شكرا جزيلا معي أحد المترشحين أحد تلاميل ربما اجتسموا اليوم في اليوم والتاني مادة الرياضيات كيف كانت المادة أو كيف كان موضوع الرياضيات من أسئلة هل كانت في المقرر أم كانت هناك صعوبة في ذلك كانت الأسئلة سهلة واللي مراجع يجيب واللي موش مراجع ما يجيبش كيف اخترت المواضيع أو كيف كان حلوك للمواضيع هل كانت ترتيب من السهل إلى الصعب أم كيف كان الموضوعين في اثنين في متناول جميع أنا اخترت الموضوع الأول لأن فيها أشياء بسيطة وسهلة والموضوع الثاني فيها أشياء شوية تطلب العمل شعبة لغات لغات أجنبية كيف كان في اليوم الأول كيف كان في اللغة العربية والشريعة وكيف كان الاختبار أو كان الموضوع الرياضي الموضوع للغة وموضوع الشريعة كان في المتناول جو ملاح شوية الأدب في المقال العلمي هذا جاي شوية صعب ملا نطر جمليه نعم زميلة أميناء هذه انطباعات الأولياء وانطباعات رئيس المركز والتلميذ حول اليوم الثاني من هذا الامتحان وسوف نفيكم بأي جديد إن شاء الله في الفترات الإخبارية المقبلة إن شاء الله نعم زميلة محمد عمراني مرسل تلفزيون النهار في ولاية السعيدة شكرا جزيلا لك نشير فقط أنه كنت متواجد بأحد مراكز الامتحانة الذي يمتحنون فيه البدوى الرحالة إذن لباسا أعود إلى ضيفي في الستوديو سادة أمساعل يعلق ربما على ما جاء فيه امتحانة رياضية